أول حاجة أو أول مرحلة بقى الأمهات بتبدأ تقلق منها ليه علاقة بكلمة جراحة هي عملية التهارة لو الأم دي جالها طفل ولد بقينا يا دكتور بنقرأ حاجات أونلاين غريبة شوية اللي بيقولوا إن العملية دي لما تتعامل في سن صغير زي مثلا يوم الولادة أو بعد الولادة بكم يوم إن الأم دي ممكن تضطر إنها تعيدها تاني وفي أمهات تانية بدأت يبقى عندها فكر كده إن أنا ليه ما خليهوش يستنى مثلا لساعة الأربعين وعملها وفي أمهات تانية خالص تب ما استنى لما يكبر شوية ويعدي ستة شهور سنة أو أكتر من كده شوية وعمل عشان أبقى ضمنا إن ده حتبقى النتيجة اللي مش هتتعدتيني الصحة إيه بقى في كل المفاهيم دي طب إحنا عايزين يعني نقطع الشك باليقين زي ما بيقولوا الفكرة كلها إحنا نحب قوي أول أسبوع للطفل مدام ما عندوش أي مشاكل سواء جراحية يعني تمنع التهارة أو مشاكل صحية مشاكل صحية زي إنه هو يبقى مولود قبل معاده أو أقل من 2.5 أو مشاكل جراحية يعني تمنع التهارة في حاجة اسمها التهارة الملائكية أو الإحليل باول السفل ممكن لما نيجي نشوف نلاقي إن الولد مجرى البول عنده ومش في مكانه أو فتحة البول مش في مكانها ساعتها ده يمنعنا عن كده طب إحنا نحب ليه أول أسبوع أول أسبوع ده الولد لسه فيه مش حاسس قوي بالبين التهارة هتبقى ببنج موضعي التقامل طفل أحسن التورم أقل فنحب أول أسبوع ساعات الولد في أخر أول أسبوع ده يكون دخل في الصفرة أو تبدأ تظهر عليها أعراض الصفرة الصفرة ساعات تأثر على الكبد أو نخلينا نقول تأثر على السيولة فنأجلها الفترة الصفرة كده كده بتقض لحد ثلاث أسابيع لشهر خلت الدكاترة تؤمن بفكرة الاربعين يوم لكن في خلال الاربعين يوم لو الطفل السيولة عنده كويسة وكلها كويسة انتهره ما فيش مشكلة خالصة مفيش سن بقى لحد ثلاث شهور ده ببنج موضعي بعد الثلاث شهور ده بنج كلي وحرام طفل صغير يتعرض للتجربة فالثلاث شهور ده جميل خالص والأحسن طبعا أول أسبوع إيه المشاكل اللي ممكن تخلي عملية التهارة تتعاد تاني الأول حاجة انه ممكن تبقى جلدة التهارة طويلة شوية فيباني الطفل انه هو مش متطهر تبقى غطت على راس العضو كلها تمام ده يخلينا قودي ناس كتير جدا بتيجي تشتكي يا جماعة راس العضو مش بتظهر تمام في حاجة تانية انه تكون الجلدة التهارة راح تطلع على راس العضو وراح تقفلة قفلة تاني ده تعمل حاجة اسمها يعني في موسيس أو يعني ديء عند الفتحة دي فيه اطفال بيجي لها زي احتباس بولي بعد كده ده خبر ده لازم تتعاد تاني اكيد فدي اشهر حاجات ممكن تخلينا نعيد التهارة تاني فيه حاجة اسمها كونسيل بينيس أو فيه اطفال بتبقى مليانة شوية فتخلينا عندها دهون فوق العانة كتير فالعضو مش بيخرج لبره العضو زي عندنا أستاذ مشهور بيقول عليها ان العضو راح في المواصلات هو فيه دهون عليه كبيرة جدا خلت العضو عطول مش باين الاهلي بيقلق وبيجلق لا ده طفل شوية جسمه هيفرد ممكن مع الوقت لو هو كبير يعني يبدأ يخس الدهون تدى شوية ده هيزهر يعني شكرا